افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواجد بحضور وزيرة الثقافة الجزائرية الدكتورة سورية مولوجي فعالياته معرض عمان الدولي للكتاب بحضور عدد من السفراء العرب ومشاركة أربعمائة دار نشر محلية وعربية ودولية وفي كلمته قال وزير الثقافة إن هذا المعرض الذي يستمر عشرة أيام يعد واحدا من أهم الصناعات الثقافية الإبداعية في المملكة وأضاف ونحن نفتتح المعرض لابد من استثكار ما يجري في غزة من عدوان إسرائيلي غاشم مشيرا إلى موقف الأردن الصلب الذي جسده جلالة الملك حامل أشرف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في دعم الأشقاء في غزة بدورها أعربت وزيرة الثقافة الجزائرية عن سعادتها بمشاركة بلادها في معرض عمان الدولي للكتاب حيث تجتمع فيه نخبة المثقفين والأدباء العرب في رحاب الكتاب والإبداع بصراحة نحن نحرص كل سنة أن نكون مشاركين في معرض الدولي للكتاب بعمان لأنه هو أكبر فرصة لإلنا نحتك مع جمهورنا والناس تقدر تشوفنا وتعرف وجود المسيحيين في الأردن من خلال وجودنا من خلال 11 أو 12 سنة الماضين كنا دار النشر المسيحية الوحيدة التي تشارك في هذا المعرض وكل سنة عم نحاول نكون مميزين بطريقة مختلفة في السنة الماضية كنا أول من يطلق الـ VR السنة هاي عملنا VR بس بشكل كمان مختلف عملنا قصة نوح من خلال VR والإشي الثاني حتى الديكور تبعنا حاولنا التصميم تبع الجناح يكون عم بحكي عن قصة الله مع الإنسان فعملنا شكل الجناح بمشي برحلة من البداية من الخليقة وبتستمر حتى سفر الرؤية وقصة سفر الرؤية فعم نحاول نحكي للناس قصة الكتاب المقدس قصة المسيحية بطريقة مبسطة وبطريقة تكون مفهومة للناس وأكسيسيفة